أهلا بحضراتكم من جديد يعني مين فينا بيحبش الشوكولاتة بمختلف أنواعها البيضة، الدارك، الشوكولاتة العادية، الكاكاو كل واحد فينا عنده عشق كده رايح للشوكولاتة بكل ما فيها من حلاوة وجماله وبتحسن كده مدنة ومعروف عنها ده العالم احتفى لإمبارح باليوم العالمي للشوكولاتة مع سوق الملايين اللي بيقبل عليها يمكن الكبير قبل الصغير بأنواعها وأشكالها المختلفة لكن السؤال اللي لسه بقى موجود هنا بنسأله لنفسنا دايما إيه خطورتها الصحية؟ هل لها خطورة لأنه في ناس كتير قوي يمكن بتزود شوية في أكلها للشوكولاتة لها مهتمة دايما متهمة دايما الشوكولاتة بزيادة الوزنة هل لها أضرار تانية؟ هل لها فوايد يمكن؟ دي أسئلة كتير قوي يا شوزلي أنت بتحبها ولا لا؟ طبعا ما فيش حد ما بيحب الشوكولاتة بس أنت كلمة عن احتفال العالم بالشوكولاتة مظاهر الاحتفال أن هم وهم جايين الشغل الصبح بيجيبوا لبعضهم شوكولاتة آه والله صحيح طبعا ما فيش حد جابت حتى المجات فاضية كمان ما فيش أي مظاهر عندنا احتفال بصراحة باليوم العالم بالشوكولاتة وكمان ضفتنا أعتقد كنا مستنين منها وهي جاية تجيب لنا شوكولاتة معاها فين فعلا يا رب انت كمان مستني طيب كل الأسئلة اللي بس أنت كنت بتتكلم فيها دلوقتي هنعرف إجابتها من دكتورة داليا الجامل الاستشارية التغذية العلاجية صباح الخير عليك يا دكتور صباح الفل صباح الخير عليك يا دكتور صباح الفل احنا المفروض احنا اللي نجيب لك شوكولاتة أكيد يعني بالهزر بس يعني تمام طيب ليها فوائد وليها أضرار بكل تأكيد بس أعتقد أن فوائدها أكتر هي فوائدها أكتر لو أكلناها صح بمعنى لازم نفرق ما بين الشوكولاتة اللي هي باللبن العادية وما بين الشوكولاتة الغمقة لأن فيه فرق كبير جدا الشوكولاتة العادية اللي هي اللي بلبن اللي بسكر اللي بدهون مش صحية دي بره الفوائد خالص بالعكس هي مضرة جدا أخر حاجة عايزة أسمعها الشوكولاتة تعاملت من إيه عشان يعني حفظ الحباها يعني بس هفكر وأنا باكل هتفكري وأنت بتكليها والبداية اللي بقت متاحة يعني الشوكولاتة الغمقة بقت موجودة تقريبا في كل حتة حتى أسعارها كانت الأول بتبقى غالية دلوقتي الأسعار أفضل فالشوكولاتة الغمقة فرق كبير جدا 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 في الفايدة والشوكولاتة اللي مش غمقة دي هنبقى عنها تمام علشان صحتنا أهم وفي كلتا الحالتين هنبقى مبسوطين وفي كلتا الحالتين هنحس بنفس الطعام يعني بس يا دكتور أنا يعني بصراحة بحب دايما نبقى وقعية شوية هنأكل شوكولاتة مش هنقدر نوقفها لكن أنا عارفة طبعا فايدة الدورك شوكولاتة يعني حتى بيقولك لو عايزت تخسي شوية وانت مضمن شوكولاتة بتدي كل شوكولاتة الدورك والشوكولاتة كمان العادية للأسف ممكن تسبب يمكن حبوب بالضبط عشان بيبقى فيها دهون مش صحية كمان منتجات الألبان اللي فيها والدهون اللي فيها والسكر كل دا بيقلل امتصاص بعض المواد المهمة جدا في الشوكولاتة اللبن مغزي أنا هنزفها بس دي بقى نقطة خلافية عايزة لحلقة كبنة اللبن مغزي بس لفترة معينة وبكمية معينة وبكمية معينة ومنتجات الألبان حاجة واللبن نفسه حاجة تانية فالأفضل ان احنا بنقلل من الألبان مش بنزودها طيب الشوكولاتة الغم أو الدارك شوكولة دي بأي كمية أنا عايز لا كميات كويسة ما كم كتعة يعني كل حاجة اللي اعتدال مطلوب علشان صحتنا وعلشان كمان نستفيد منها من غير ما تضرنا خلي بالك ان الشوكولات الغمقه فيها نسبة كافيين لو انا زودت قوي من ان انا اخدها انا بدل ما انا هيا تعملي وابقى مرتاحة وتقليلي الاسترس والضغوط لا دا انا هاخد بقى الكافيين الزيادة دا هيعملي توطر وهيخليني مش عارفة نام وهيعصبني فليه؟ احنا هناخد كم كتعة في اليوم ممكن اخدها كل يوم مفيش اي مشكلة بس تكون دارك شوكولات زي ما اتفقنا هنستفيد بقى من فوايد كتير جدا جدا فوق ما تتخيره يعني فوايد للمخ وفوايد للقلب وفوايد للقوائد دموية وللجلد كنتوا بتتكلموا في الفقرة اللي فاتت عن الشمس فوايد حتى للجلد ان هو ما يمتصدش الأشعة الضرة في الشمس بنسبة كبيرة يعني نقلل امتصاص الأشعة الضرة شوية نكمل على الفقرة يا فاتت ناكل شكرات وحن نزيل البحر بزر على فكرة دي حقيقة فعلا دارك شوكولات ليها فوايد كتير في حاجات كتير قوي لجسمنا كمان هي من الحاجات المهمة جدا كأنتي أكسدنس أو مضادات الأكسادة مهمة قوي لصحتنا جدا 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 لأنها بتحارب أنواع منها أنواع سرطانات بتخلي الناس الكبيرة في السن ما يجلهمش زهايمر أو ما يجلهمش خرف يعني بتقلل نسبة حدوث الكلام ده جدا بتساعد جدا 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 على التركيز أياما الامتحانات اللي احنا فيها مهمة جدا أن نحن نديها للطلاب نحن نديهم دارك شوكولات كل يوم بتساعد على الزكرة بتساعد جدا جدا على التركيز الجلد كمان مهمة جدا بالنسبة له الدارك شوكولات لأنها بتقلل تجعيد وبتحسن من الكواليتي أو من سمك الجلد نفسه على عكس مثلا الشوكولاتة اللي هي العادية اللي هي فيها ألبان ودهون مش كويسة تكلمتي عن التعاملت من إيه للشوكولاتة العادية؟ ألبان ودهون وسكر الدارك شوكولات معمولة من إيه؟ بصي هي معظمها من الكاكاو الخام اللي احنا بنستخدمه دهونه والكاكاو نفسه هي معظمها من الكاكاو الخام بيقطوع فيه شوية إضافات لكن هو الأساس بتاع الكاكاو الخام والإضافات اللي فيها مش بتأثر على امتصاص المواد الكويسة اللي بواها على عكس الشوكولاتة الثانية طيب هل ممكن مثلا أصحاب أمراض معينة ما يكلوش شوكولاتة ولا عادي؟ الغمقة لا ممكن أي حد يأكلها مفيش أي مشكلة معادة طبعا بعض الناس اللي هم عندهم مثلا قرق الكلام ده ولو إن هي برضو مش بتأثر بالنسبة كبيرة لو فيه اعتدال في الكميات طب يعني حاليك بتقولي مفيدة كمان لصحة القلب والكلام ده كله ليه عندنا دايما الاعتقاد إن أنا مودي هيتحسن لو كلت شوكولاتة؟ دي حقيقة إن فيه مواد بتخلينا بتقلل هرمون الكورتزول وبتزود هرمون الانديرفين وبتخلينا يعني السترس بيقل كتير وكمان بتحسي بالسعادة فلاق الشوكولات حقيقي هي حاجة مهمة ومهمة قوي إن إحنا الأكلات عمتن اللي هي مفيدة إن إحنا نخليها في حياتنا كل يوم بس بكميات معقولة يعني زي ما بنقول إحنا لازم الخضار كل يوم ولازم الفكهة كل يوم كمان ليه محطتش في يومي قطعة أو قطعتين من الدركة شوكولات هتحسن مودي وهتحسن كل حاجة في جسمي دور الدموية هتحسن حاجات كتير كما سواء الأمهات اللي بيقول لأولادهم لا مش كل يوم شوكولاتة مش كل يوم شوكولاتة اللي هي المضرة هم مش هيفبضلوا على فكرة الشوكولاتة الدرك لا على فكرة ليه الشوكولاتة الدرك طعمها كويس وممكن نبدأ بخمسين في المية هي أنت عارفة إن شوكولاتة الدرك بيباليها نسب فممكن نبدأ الأول بخمسين في المية لحد من تعاون على طعمها وكي ندخل على السبعين لحد من نوصل للخمسة وثمانين في المية ده كافي جدا عشان هي الشوكولاتة اللي بتبقى معمول منها حاجات كتير عايس كريم مثلا بزاو الحاجات اللي هي الأنواع مختلفة من البسكوت والكلام ده بس كمان نسبة السكر فيها عالية جدا والدهونة غير صحية كمان عالية جدا فأنا مهمة قوي إن أنا عاود الطفل منه وهو صغير جدا إن هو ما يتعودش على حب السكر دي برضو نقطة مهمة قوي أنا دايما بتكلم إن البيبي نفسه محطلوش سكر فيه أمهات بيحطوا للبيبي سكر على اللبن سكر على الأكل لا سكر والملح ده بنأجله ويفضل إن إحنا ما نعاودهمش على السكر من البداية طيب بعض الناس بيقولوا طبعا الحديك هتتوضح لنا الكلام ده إذا كان صحي ولا لأ إحنا ناخد مكسرات مع الشوكولاتة ده بيؤدي إلى خفض معدل مصص السكر في الدم إحنا أصلا مش هناخد الشوكولاتة اللي فيها سكر خلينا نحط بص أنت بتحاول تهرب من الموضوع إحنا مش هنأكل الشوكولاتة اللي فيها سكر أصلا بص الهدف من التغذية العلاجية إنك إنت ما تدخلش حاجة غلط على جسمك وأكيد تدور إزاي أقل الأضرار طبعا أنا من الأول أدخل حاجات كويسة على جسمي وأنا يعني مثلا أنا بقى في وقت محتاج حاجة مسكرة حاجة مسكرة ممكن تدخل بسكر مفيد بس هي زي ما الدكتور قالت فيه أنواع كده من الشوكولاتات بتبقى النسب فيها أقل شوية فبتبقى تماما بتبقى تعموها كويسة اللي هي 50% تعموها كويس جدا وتعموها حالما مسكر فيه حاجة اسمها سكر ستيفيا فيه حاجة اسمها عصال أبيض فيه حاجة اسمها فواكه البلح دي حاجات برضو مسكرة مش لازم نلاقيها في السوبر ماركت طب بالنسبة للحاجات بتاعت الجيم بقى اللي هي البارز بتاعت الجيم اللي احنا بنا كلها الكيتو بارو والحاجات دي بيبقى فيها عصاية حاجات بالشوكولاتة هل دي بتبقى مفيدة ولا ضرر؟ على حسب برضو نوع الشوكولاتة اللي موجودة خلي بالك مش كل البروتين بارز ومش كل الحاجات ديت هي مفيدة أوقات بتبقى واخد بس حاجة تجارية علشان نقول إن دي حاجة للصحة لكن هي فيها سكريات وفيها شوكولاتة اللي هي الفتحة اللي احنا بنتكلم عليها فلازم نقرأ نتعود نحن نقرأ المحتويات بتاعت الحاجة اللي احنا نقولها اللي هي المكونات بتاعت الحاجة دي ثقافة لازم ننشرها دي حاجة مهمة يعني إن انا أقرأ الحاجات اللي موجودة على الورقة بتاعت الحاجة اللي انا هاقولها ده مهم جدا جدا ومش عايزين نقلل من أهمية صحتنا لأن هي دي اللي شايلانا فبالتالي مش مشكلة لما أبزل مجهود ثواني أشوف بس أنا باكل إيه طيب هل في حاجة اسمها إدمان الشوكولاتة؟ اه طبعا يعني فيه واحد مضمن شوكولاتة اه أكيد أكيد وإدمان الشوكولاتة معظمه ما بيبقاش ليه الشوكولاتة الغمئة ده بيبقى للشوكولاتة التانية اللي بيبقى فيها سكر فهو في الآخر هو إدمان كمان للسكريات إزاي بطل ده بقى ده سهل جدا بقى واحد هنبدل السكريات اللي هي البيضة هنأخد بدلها سكريات صحية زي ما اتفقنا السكر اللي هو الستيفيا أو العسل الأبيض أو الفواكه هنبدأ إن إحنا نتحرك شوية لأن الحركة بتزبط حاجات كتير أو في جسمنا هنأكل أكل صحي الخضار والفاكهة مش رفاهية ولا كلام بقى بتاع كتب وكلام ده الخضار والفاكهة فعلا بيفرقوا في حاجات كتير من ضمنها المود ومن ضمنها موضوع الإدمان الإدمان للسكر بيبقى عبارة عن حاجتين حاجة فسيولوجية يعني حاجة في جسمي وحاجة كمان نفسية إحنا تعودنا نحن ناكل سكر عشان نتبسط طيب إحنا ممكن ناكل حاجات تانية وبرضو نتبسط فهي البداية إحنا نتعلم البداية ممكن طيب دكتور زي ما كنت بقول حضرتك أن دايب أن الأطفال بيتجهوا للشوكولات العادية عشان خاطر هي فيها حاجات كتيرة قوي منها زي الايس كريم زي يعني الشوكولاتات العادية البارز فهميكي إلا هو الحاجات اللي إحنا بنلاقيها متوفرة اللي بنلاقيها سهلة فعلا سهل وصوليها إزاي دلوقتي قدر أعمل وصفات صحية لأولادي بيت دارك شوكولات يحبوها ويأكلوها في نفس الوقت ما يبقوش عايزين يروحوا للشوكولاتة التالية طريقة تعمل الشوكولاتة في البيت طريقة تعمل الشوكولاتة في البيت دي عايزة شاف لكن الوصفات الصحية للشوكولاتة دي سهلة جدا لو أنت حطيتي الدارك شوكولات مع الفكهة مبدئين أنت كسبتي أن السكر موجود في الفكهة فأنت خلاص مش محتاجة حتى تضيفي سكر لو حد بيحب السكر قوي ممكن أن إحنا نحط عليه عصل أبيض مجرد أن أنت تضيفي الدارك شوكولات على الفكهة أو على الشوفان وتحطي عصل أبيض على أي حاجة عندك في البيت لو حطت لها دارك شوكولات هتبقى طعمها مختلف وهتحس إن هي حاجة حلوة حتى الأيس كريم برض ممكن يتعامل من الدارك شوكولات في البيت والحاجات دي على الفكرة مش صعبة يعني كل الكلام ده إحنا عندنا راسبز وعندنا وصفات كتير جدا موجودة على النت تتكلم في حتة إنك إزاي تعمل أكل صحي وخصوصا الحلويات طيب هل الفوايد والأضرار ثابتة بالنسبة للرجال ونساء؟ آه ثابتة وأعتقد إن إحنا كمان كسبتات بنستفيد منها أكتر اللي هي الفوايد بتاع الشوكولات عشان إحنا بنهتم شوية بقى بالجلدنا وبالتجعيد وبحاجات تانية إحنا دايماً إدي أهم حاجة بص أي حاجة في الدنيا ممكن تبقى مفيدة لحد لمت معين لو زودت عن الطبيعي اللي المفروض تاخده هتبتدي تدخل في أضرار مش فايدة فلو أكلنا قطعة أو اتنين من الدارك شوكولات في اليوم ده كافي جداً هل لو حد بطل الشوكولاتة وهي مسببة رئيسية لحب الشباب يبطل يطلع له حب الشباب؟ الشوكولاتة الفتحة هي اللي بتطلع حب الشباب لكن على عكس شوكولاتة الغمأة لا ما بتسببش المشكلة دي فلو حد بطلها بقى الفتحة دي وبتدا يلجأ للغمأ للشوكولاتة الغمأ هل حب الشباب والحاجات دي بتتعالج من نفسها أم لا؟ بصي حب الشباب كده كده محتاج علاجة يعني محتاج علاج دوائي ومحتاج علاج كمان في الأكل فحب الشباب لازم أقلل الدهون اللي أنا بيستخدمه كل يوم لازم أقلل الكاربوهايدريت لأنها في الآخر تحاول للدهون مثل أن أنا أقل الحاجات التي هي مثل الشوكولاتة والحلويات والكلام لأنها مليانة دهون كثير وسكريات. لو أنا قللت ده كله حب الشباب هيقل كثير مع العلاج الدوائي. تمام طيب. كنا نتكلم تساعد على التركيز. دائما يقولوا ما تدوش الأولاد شوكولاتة بالليل عشان بيهايباروا. هل ده صحيح؟ الشوكولاتة الفتحة لأنها مليانة سكر. لكن الغامقة عادي ممكن أتضيله قطعة. وطبعا إحنا في العادي ما بنحبش نأكل بالليل متأخر. لكن ممكن مثلا قبل ما ينام بتلاتة أربع ساعات لما يأخذ قطعة شوكولاتة ما فيهاش أي مشكلة. بس غامقة. يعني ما تسببش أرق؟ لا. الشوكولاتة الغامقة ما بتسببش أرق لأن كمية الكافيين اللي فيها أقلب كتير قوي من الموجودة في الشاي وفي القهوة. لكن لو حد عنده مشكلة أرق فيفضل أن احنا برضو نبعادة عن معادة النوم شوية. طيب. بيقولوا برضو شوكولاتة الشوكولاتة السخنة اللي بيبع عليها صاصة شوكولاتة مش معمولة من الكاكاو. في ساعتها بممكن نجيلك صدعة. ده من نسبة الحلوة. الحلوة. ممكن تعمل صدعة فعلا. يعني على كل حال احنا أحسن حاجة نقلل على قد ما نقدر من استخدام الشوكولاتة. لكن الشوكولاتة الدارك براحتنا. 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 كيفية بار واحد في اليوم؟ بار اللي هو كبير ولا نقصد بار الصغيرة؟ لا احنا ممكن ناخد دو بار في اليوم. يعني كتعتين من الشوكولاتة في اليوم. ممكن نزود عنها شوية لو هناخد يوم أو يوم لأ. لكن مش هقدر اخد مثلا بار كبير شوكولات. لا ده كتير على جسمي. كتير حتى في الأكلات التانية. يعني مينفعش برضو اخد كتعة لحم قد كده. مينفعش اخد كمية لبن كبيرة في اليوم. وهكذا. فاللي هتدال هو اللي مطلوب. لكن الشوكولاتة الغمئة مفيدة جدا لجسمنا وصحتنا. وفوايدها كتير جدا. فمش المفروض نمنعها بالعكس. مفروض ندخلها في الروتين بتاعنا. طيب هل ليها علاقة بجهاز المناعة؟ الأنتي أكسيدنس طبعا اللي هي مضادة الأكسيدة دي ليها طبعا علاقة بجهاز المناعة كويس جدا. وليها علاقة بصحة الجلد برضو. وليها علاقة بيه كمان. أنا عايز أقول حاجة برضو مهمة قوي في الشوكولاتة الغمئة. إن هي بتحسن الدورة الدموية. فلما بتحسن الدورة الدموية كل حاجة في الجسم بتتغير. مخك بيبقى أحسن. جلدك بيبقى أحسن. قلبك. دي نقطة مهمة قوي الشوكولاتة الغمئة مفيدة جدا جدا لأمراض القلب. كمان بتقلل الكوليسترول للدور. وبتحسن الكوليسترول النافع. وطبعا أكيد بتحسن المناعة 100%. نشكرك دكتورة داليا الجمل استشاري تغذية العلاجية. يعني أفتسينا بصراحة. وأنا من الناس اللي عارفة كويس قوي معلومة الشوكولاتة الغمئة. لكن ساعت بنساها وبروح للشوكولاتة العادية. لكن أوعيدك إن شاء الله هنبطلها أنا وشازي. هنبطلها شازي ولا ايه؟ هحاول حاضر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.